بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين صاحب الفضيلة هذا الفائن يقول رأينا في حج هذا العام ظاهرة لا نعلم فطم الشرع فيها وهي أن بعض المخرمين جعل لإزاره مغاطا وخيط عليه ثم خيط فتحة الإزرار أو الإزار الجانبية فهل هذا يعد مخيطا؟ أم له هذا يشبه المخيط وهو احتيال احتيال على المخيط ليس الداعي لهذا الشيء الإزار يلف على أسفل البدن من السرة وما تحت إلى الكعبين من السرة إلى الكعبين ثم يثبت بأن يشد عليه حجام من فوقه أو ينفذ بعضه في بعض ويثبت بدون أنه يعمله مغاطا وربزة مثل الصوان وعيصي الإزار بدل ما يكون بدل ما يكون إحرام يكون مثل الأزر العادية المخيطة مثل الأزر المخيطة أو الصراوية يكون هو يستعمل الأزرار هذا هو معنى المخيط سواء بسواء هذا الخياطة خاصة بالحياطة بالعبر كل ما كان بمعناها فإنه يأخذ حكمها فأنا يجوز هذا العمل وإن يصب إلى بعض من الشائح الفتوى بذلك هذا غرض وهذا عرض على هيئة كبار العلم هذا عرض على هيئة كبار العلماء وصدر فيه قرار بالمن لأن بعض الشركات حاولت المتعام في شيء مصنع لهذا الشيء وجاءت نماذج منه له هيئة كبار العلماء فأصدروا قرار بتحليمه ومجم